قال الله العظيم في كتابه الكريم أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إنه إلا ذكرى للعالمين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الحديث عن الحسين لا ينفك عن الحديث عن الله ذلك أن الله الذي خلق الكون خلق البشر خلق الإنسان خلق ما خلق أرسل للناس هدات يبينون لهم الصراط المستقيم يبينون لهم ما الذي يعملون حتى يرضى عنهم فالله كما وضع لأجسامنا نظاما دقيقا لا يجوز لنا أن نتخطاه ولو فعلنا ذلك لخسرنا أنفسنا كذلك فيما يرتبط بالتشريع والنظام الذي وضعه الله عز وجل للبشرية ذلك أن الإنسان لأنه مختار ولأن له شهوات ورغبات قد يشط به الطريق الإنسان قد ينحرف بسهولة يسقط في المتاهة انظروا الفواكه كلما كانت أكثر نعومة وضرافة ولذلك هي تفسد بسرعة الذي يصعد على الجبل فإن أقل إنحراف منه أقل خطوة بالغلط يسقطه من قمة الجبل إلى الوادي وهذا الإنسان الذي خلقه الله بهذه الظرافة خلق في داخله ما خلق من الخلايا من نظام دقيق لا يمكن للبشرية أن يعرفوا هذا النظام حتى الآن يعني تقول أن الطيب تقدم صح لكنه لم يستوعب بعد ما في الإنسان حتى أن أحدهم أليكسيس كارل كتب كتابا سماه الإنسان وذلك المجهول شوية شباب أطفال عفوا هذول الأطفال واخروهم كل واحد مكان خذيك هذا الرجل لا مينفعل كلام عفوا خلي كل واحد مكاني انفصلون عن بعض انفصل عن بعض صلوا على محمد وعلي محمد هذا الرجل يتحدث عن جسم الإنسان حائز على جائزة نوبل وطبيب لا يتكلم إلا عن الجسم يقول هذا الجسم مجهول والدليل على ذلك هو تقدم العلم ما الذي يعني تقدم العلم إن كنا قد وصلنا إلى النهاية وعرفنا كل ما يرتبطه بأجسامنا إلى الآن لم يتفقوا على عدد أعضاء الجسم قبل مدة قالوا أن هناك عضوا جديدا في جسم الإنسان يعتبروا عضو طبعا عندهم مقاييس موازين خاصة لكلمة العضو هذه الموازين تنطبق على شي جديد اكتشفوه في جسم الإنسان قضايا صغيرة كبيرة حتى الآن لم يكتشف الإنسان ما في داخله ولن يكتشف إلى أن يموت هذا فيما يرتبط بالجانب المادي هذا الإنسان الله جعله حرا وخلق في داخله شهوات ورغبات وهذه الشهوات والرغبات تضغط عليه تدفعه بالاتجاهات المختلفة فإذن رب العالمين لا يتركه سدى وهو الذي ما خلق الكون لاعبا فأرسل له رسل أرسل له أوصياء أولياء أولماء ضمير وجدان فطرة كل هذه حتى تدله على الطريق ولا ينحرف عنه الحديث عن الإمام الحسين هو حديث عن رسول الله الآن كلمة النبي قال أنا حسين مني وأنا من حسين وكلماته الأخرى وبيانه لأوصيائه كل هذه خليها على كتر الحديث عن الحسين لا ينفصل عن الحديث عن الله والعكس صحيح أيضا هذه دائرة مغلقة دائرة التوحيد حينما تتحدث عن الله تتحدث عن أنبيائه حينما تتحدث عن أنبيائه تتحدث عن الله عز وجل وقد قال الإمام الصادق سلام الله عليه لأحد أصحابه حينما كان يتحدث عن ولاية أهل البيت قال إله هنا التوحيد لا نتكلم عن الله فقط لأنه موجود وأنه الخالق صح الله موجود وخالق وله الأمر له الخلق وله الأمر الحديث عن الله ليس كما قال أفلاطون قال إن الله خلق الكون ثم أدار له ظهره لا الله ما أدار ظهره للكون له إرادة دائمة فيما يرتبط بجسمك رؤيتك سمعك بصرك كل أعضاءك عند إرادة خاصة ودائما هذه الإرادة مستمرة فأنت موجود أنت موجود لأن الله يمدك دائما بما تحتاج إليه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها تقول نعمة العين أليس قد أحصيت نعمة العين واحدة نعمة السمع واحدة لا نعمة العين مستمرة مثل هذا النور الذي تجده لو لا استمرار الطاقة في الأسلاك فإن النور لا يستمر ولو انقطع السلك ينقطع النور رب العالمين دائما دا يمدك في أعضائك في النعم التي أنعم عليها بك إذن لا يمكن أن تعد الآن قلت العين العين قبل لحظة غير العين الآن السمع قبل لحظة يختلف عن السمع الآن فرب العالمين حينما نتكلم عنه نتكلم عن صفاته نتكلم عن هيمنته نتكلم عن جبروته نتكلم عن تكبره نتكلم عن حكمته نتكلم عن إرادته ونتكلم عن أنبيائه ورسله الله ما رسل الرسل إلا ليطاعه إلا ليطاع بإذن الله لا تطيع النبي لا تطيع الله كما أن الملائكة حينما خلق الله آدم قال فإذا سويته ونفقت فيها من روحي فقعوا له ساجدين سجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس الله طرد هذا آدم لحم عظم من حيث الجسم مثل يختلف عنا في أن الله أوحى إليه جعله نبيا صل على محمد اللي ما يسجد لآدم الله يطرده سواء كان إبليس أو حتى لو كان جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وكل الملائكة إذا رفضوا السجود لآدم كان الله يطردهم لا يرسل الله نبيا وخليفة له في الأرض إلا ليطاع فالكلامه عن الإمام الحسين هو بالضرورة كلام عن الله قبل كم سنة كنت جالس في حسينية دخل علي ثلاثة شباب وقالوا نحن ملحدون قلت لهم الحاد يعني شنو قالوا الحاد المعنى العام يعني ما في الله قلت لهم أنتم من وين قالوا من بغداد قلت لهم شك وعدكم جايين كربلة قالوا جايين زور الحسين قلت لهم أنتم ما تؤمنون بأله تؤمنون بالحسين قالوا لا الحسين فوق المذهبيات فوق الطائفيات فوق الأفكار قلت لهم الحسين يتحدث عن الله الحسين قتل في سبيل الله ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا تعرفون يعني إذا الله ما موجود الحسين شنو يطلع لا تؤمنون بالله وتؤمنون بالحسين في حوار طويل معهم على كل حال الحديث عن الإمام الحسين هو حديث عن الله والحديث عن الله حديث عن الحسين اليوم هناك نصف مليار من البشر على الأقل للحسين تأثير مباشر فيه اتبعون الحسين خمسمائة مليون من البشر هذا واحد ثنين الحسين هو المثل الأعلى للإنسانية جمعاء لا نجد مثل الحسين ومثل أبيه ومثل أخيه ومثل أمه ومثل رسول الله من كانوا في قمة الإنسانية نماذج للبشرية جمعاء من يريد الخير من يريد الصلاح من يريد أي شيء يرتبط بدنيها وبآخرته فعليها بالحسين يعني من أراد الدنيا فعليها بالحسين من أراد الآخرة فعليها بالحسين من أرادهما معا فعليها بالحسين الحسين سلام الله عليه قمف الإنسانية تخلق بأخلاق الله هذه الرواية الموجودة تخلقوا بأخلاق الله كان متخلق بأخلاق الله شوفوا أكو كلم عند المسيحيين ينسمونه إلى عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه السلام يقول فيها أحب أعداءكم هذا يعتبر قمة في التعاليم أكو واحد اللي يأمر الناس بأن يحبوا أعداءهم هذا ما قاله عيسى لكن هل هناك من بكى لعدوه بكى لعدوه الحسين في رواية في كتاب بحار الأنوار يقول أن زينة برأت أن الحسين تدمع عينه يعني تجري دموع على خده قالت يا أبو عبد الله مما بكاؤك قال أبكي لدخول هؤلاء النار هؤلاء القوم الذين يدخلون النار بسببي أنا أريد لهم الجنة أنا أريد لهم يكونوا الرفقائي لكن الشيطان استحوذ عليهم ما يريدون الجنة أبكي لدخول هؤلاء النار بسببي كان والد الإمام الحسين الإمام علي يعني شوفوا في أي معركة من المعارك كل طرف في الحقيقة يبحث عن الانتصار ليشوء إلا جاي معركة يقتلون ويقتلون قتل جرح ما يريد الهزيمة يريد الانتصار لكن عند الإمام علي عند الإمام الحسين عند النبي الالتزام بالمثل الأخلاقية أولى من الانتصار أولى من الانتصار علي بن أبي طالب جاءته فرصة في معركة صفين حينما وقف على على فرسي كان وقف قال يا معاوية على ما يقتتل الناس على شون الناس لين قتلون أخرج إلي فأينا قتل صاحبه فالأمر له معاوية سمع عمر بن العاص قاعد يم قال لا نصفك الرجل أخرج إليه قال يا هذا طمعت فيها هذا علي لا يخرج إليه واحد الإمام علي هو يقول قال والله ما بارزني الأحد إلا وسقيت الأرض من دمه هذا علي قال إنما نخرج إليه بجمعنا بعدين مرة ثانية الإمام علي نادى معاوية التفت لعمر بن العاص قال خميخة مو مشكلة أنت أخرج له قال إليه أخرج تظاهر بالشجاع الرجل فخرج خرج إلى الإمام علي لكن هذا علي وكان اسمه يهز الأبطال ولذلك حينما كان يرفع السيف على عدوه يقول خذها وأنا علي السيف أي أنا علي كانت تتهز وسقط طبعاً ما ضربه الإمام لكن يريد أن يزم وقع من على الفرس الإمام علي تعقبه كشف عن عورته الإمام علي كان يمكن وما كان يلام إذا كان يستمر وراه إلى أن يضربه بسيفه ويسق الأرض من دمه فكشح بوجهه الإمام علي حيي إن الله حيي يحب الحياء علي في وسط المعركة يلتزم بالحياء ويترك عدوه يفلت ولو كان قد قتله لربما انتصر في المعركة ليش لأن فيما بعد هذه خدعة رفع المصاحف من اللي اخترعها أمر بن العاص وشق جيش الإمام علي شقين وانتهت النتيجة بمقتل الإمام ما قتله ما تعقبه في وسط المعركة يأتيه عدوه يقول يا علي أعطني سيفك فيرمي إليه سيفه يعني العدو صار عند السلاح والإمام علي ما عند السلاح جرد نفسه من السلاح وأعطاه العدو يا أمير المؤمنين ما الذي فعلت قال لأنه أسألني أنا ما أرد دسائل عدو سأل الإمام الحسين سلام الله عليه في قربلا ما من مرة إلا وتحدث عن قتله ولم يتحدث عن الانتصار منذ البداية ما قرح ننتصر خط الموت على ولد آدم خط القلادة على جيد الفتاة كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلوات بين النواويس وكربلا فيملأن مني أكراشا جوفا وأشربة سغبة لا محيص عن يوم خط بالقلم رضى الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين طلعوا مع الإمام الحسين من مكة ألف وخمسمائة واحد لكن كم واحد اللي بقوية على أكثر التقادير المية قول ميتين وين الألف وثلاثمائة الآخرين عمي هذا جاي يدور له سلامه إذاك جاي يدور له مغنم إذاك جاي لإمام الحسين ربما ما ينتصر يحصل له على منصب بده البداية ما خدع لا أنا أقتل أنا يقتلوني الآن يتكلم عن علم الغيب أو يتكلم بظاهر الأمور دولة مترامية الأطراف عدها جيش عدها شرطة عدها أموال عدها مئة ألف خطيب ذول من وعاض الصراطين أي شيء اللي يقول لهم الأمير الخليفة يطيعوا حتى لو قل قل لهم يقتل أبرياء يقتلوا يعني يمكن واحد بسبعين أو مئة واحد أو مئتين واحد ينتصر عليهم ما ينتصر بس الإمام الحسين ما خرج للسلطة السلطة أبعد شيء عند جميع الأنبياء والرسل وعند جميع الأوصياء حتى لو جاءتهم السلطة الإمام علي يجد السلطة إلى سد الباب قال ما ريد بعدين قال أنا كاب الدنيا على وجهها شايف إذا عندك في الظرف معين اشربت الماء إلى النهاية شوية تبقى بعض القطرات لكن إذا أنت قلبت هالشكل ما يبقى شيء قال أنا كاب الدنيا على وجهها اللهم إنك تعلم أنه لم يكن الذي كان مننا تنافساً في سلطان ولا التماس شيء من الحطب ما ندورها نحن عيننا على الآخر هكذا كان الإمام الحسين سلام الله عليه ويتبعه اليوم نصف مليار ومليار آخرين هم يؤمنون بأن الحسين سيد شباب أهل الجنة شوف شوف إذا فد واحد كان قاعد يمك في مجلس من المجالس في مكان ما قالوا لك هذا باشر يصير رئيس هذا باشر رئيس الدولة هذا باشر محافظ هذا باشر رئيس الشرطة هذا باشر ملياردير تتقرب إلى هذا إنسان عادي إيه بس يصير النبي يقول الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة نفتاح الجنة بيد من بيد السيد والجنة ما بيها غير الشباب شيوخ الطالين بطالين ماكوا في الجنة وجدت أمر عند رسول الله قالت يا رسول الله هل أنا من أهل الجنة فقال النبي إن الله لا يدخل جنته العجائز عجوزة متدخل للجنة ما أدخل الجنة لا عجوزة متدخل راحت قعدة باب المسجد مر واحد أعمى رات يمشي انطق بيها من أنت قالت والله النبي قال العجائز ما يدخلون للجنة صدق يجع عند النبي يا رسول الله أنت الذي قلت قال ولا يدخل الجنة أعمى أنا ما أدخل راح قاعد يمن واحد ثالث واحد رابع واحد أعراج واحد كذا النبي أجل شاف ذلك قاعدين كلهم دا يبتشون شكوا عندكم قالوا أنت قالت قال طبعا الأعرج يصير صاحب يدخل الجنة الأعمى يصير عند عيون يدخل الجنة العجوزة يصير شابة وتدخل الجنة جنة كلهم شباب الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده زين إذن إحنا عندنا مسألة الرئيسية أن الحسين سلام الله عليه والحديث عنه هو حديث عن الله الأمر الآخر نحن نصف مليار من البشر نتقرب إلى الله بالحسين نتقرب إليه بزيارته بحبه الحسين نحب أكو واحد من الشيعة ما يحب بالحسين دلوني على واحد يقول أنا ما أحب بالحسين يطلعون أحيانا بالتلفزيون فالطفل صغير يقول لها أعطيك مثلا فد لعبة بس بشرط يقول لها شون الشرط يقول تترك الحسين يقول ما أريد اللعبة طفل الأطفال يبحثون عن اللعب بس الحسين عنده أقوى الحسين عنده أحب إليه من ألعابه من أبيه من أمه تدخل على الحسين تقول بأبي أنت وأمي أفديك أبوي وأمي أقرب الناس إليك وأحب الناس لديك تفدي الحسين نحب الحسين نتقرب إليه حتى في صلواتنا هاي التربة الحسينية اللي نسجد عليها ترى هذه أغلى تربة في العالم كله ماكو مكان ما في تربة الحسين أرض كربلة ستة أميال في ستة أميال كما يقول الإمام الصادق يعني هاي التراب اللي تمشي عليه تربة كربلة تربة كربلة ليش والله عندك مريض الأطباء قالوا ما في شفاء إليه ما يمكن أن يشفى مأيوس من عنده وأنت تستشفي بتربة الحسين بس هذا لا عندك امتحانات آخر السنة خايف من السقوط أيضا تستطيع أن تستخدم تربة الحسين سلام الله عليه للنجاح في الامتحانات تتطلع سفر تخاف أخذ تربة الحسين أي شيء تريد لك بيت تريد لك زوجة تريد لك مال تشتري سيارة يقول الإمام الصادق طين قبر الحسين لما أخذ له لما أخذ له كما يقول النبي في الحديث المتفق عليه أن ماء زمزم لما أخذ له الحجاج لما يرجعون من الحج شيء يجيبونه وياهم ما يزمزم ليش لأن هذا الماء خرج من تحت رجل الذبيح إسماعيل الذي لم يذبح إسماعيل لم يذبح إني أرى في المنامة أني أذبحك قال يا أبا تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين إن شاء الله أكون صابر يا إبراهيم وقد صدقت الرؤية كافيها المقدار لكن الحسين قتل وهو ابن بنت آخر الأنبياء وسيد الأنبياء يعني عزيز على الله لا يجعل الحاجات بالتوسل بالحسين بتربته ذاك ما يطلع هاي تربة الحسين تربة الحسين عندنا مقدسة مبارك نسجد لله وجبهتنا على تربة الحسين يعني شو نتذكر نتذكر رب العالمين ونتذكر الجهات في سبيل الله ونتذكر مقتل الإمام حسين والتضحية في سبيل الله هاي كلنا نتذكر ونتوسل إلى ربنا بالحسين يعني احنا وجوهنا سوداء احنا عندنا الذنوب لكن الحسين والطاهر الأطهر فنتوسل إلى الله بالحسين يا رب احنا ما عندنا وجه عندك بس الحسين خوة عنده وجه عندك يا ابن رسول الله إنا توسلنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا في بدايات السقوط نزلنا إلى العراق وفي يوم من الأيام الأوضاع كانت متشنجة الإرهاب كان ضارب بأطنابه في المدن وكنا في بغداد دعيته لإلقاء محاضرة في منطقة القريعات فقلت للشباب اليوم ما نركب سيارتنا لأن السيارة المعروفة قد تستهدف مع أنه ما كان الناس يعرفوني أنا على الأقل في ذاك الوقت أخذوا في سيارة أجرة وخليت أجي سيارة ورانا راحني بسيارة مختلفة فركبت أول ما ركبت السايق طالعني بالأمرأة قال عفوا شنو اسمك قلت له عبد الله قالوا اسم الوالد قلت له عبد الرحمن قلت له أنت منه جاب اسمه من أي عشيرة جاب اسم فرد عشيرة من النواصب من النواصب معروفين بالنصب زين سكتت هوهم سكت وصلنا إلى المكان قلت له معطوا فلوسة وخليه يرجع الجماعة راحوا وعلي قال لا لما دخلنا على المكان الجماعة يجوا ويستقبلون صلوات وكذا قال أردس مع السيد الجماعة قالوا هذا يقول سيد عادة النواصب ما يقولون لابن بنت رسول الله ابن رسول الله سيد يقول له شيخ رجل الدين عدم شيخ سواء كان سيد أو كان شيخ قالوا يقول هذا سيد هذا أسمع قلت له خلصنا قلت له نرجع بسيارتنا قال لا أنا أرجع السيد قلت له تعال أشوف أنت منه قال أقول لك قصتي في السيارة قعدنا بالسيارة قال سيدنا أنا يوم اللي قعدت شكيت فيك أنا أول دخولك عرفت شفتك في التلفزيون فقلت لا يكون هذا هو هادي المدرسي بس يوم اللي سألتك أشوف أنت قلت عبد الله قلت لك كنا عبد الله ما كذبته عليه وكلنا عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون قلت بس أنت خوفتني بعدين يوم اللي قتلي قتلي أنت من فلان عشيرة قال إيه إحنا من هاي العشيرة المتعصبة الناصبية لكن نحن فخذ من هذه العشيرة مثلكم نحن نتبع مذهب أهل البيت قلت ليش لون قال جدي كان من النواصب وكان يأخذ على شيعة أمير المؤمنين توسلهم بالإمام علي والأم سلام الله عليه يقولون هذا غلو أنت لازم تطلب من الله أدري أنت يوم اللي تروح إلى طبيب تطلب من عنده أن يكشف عنك وأن يعطيك الدوة توسلت بأله لو بغير الله توسلنا بالأمة ليس في مقابل توسلنا بالله ليس في عرض توسلنا بالله في الطول نؤمن بالله فنؤمن بالأنبياء ونؤمن بالأمة الطاهرين قال هذا جدي أنا كنت عمري فيه تقريبا عشر اثنى عشر سنة كان طالع من منطقة يجي إلى سام الراب بالطريق هاجمته الذئاب المتوحشة اللي يسميها من الإمام الحسين عسلان الفلوات الذئاب المتوحشة في الصحراء عدى طريقة في صيد الضحية تعمل من بعيد تعمل فرد دائرة حول الضحية يعني نفترض عشر من الذئاب بس الصحراء كبيرة يعملون دائرة ثم يضيقون الدائرة يضيقوها 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 إلى أن يوصلون للضحية قالوا وأنا في الطريق هاجمت علي ذئاب متوحشة توسلت بمن أريد ما نفعني وأنا ما أريد توسل بعدي أنا أعتبر هذا شرك إلى أن اقتربت الدائرة علي بعد شوية هاجمون علي فشفت ما عندي شارة خلي أجرب حظي قلت يا علي توقفت الضحاب قلت الآن اللي سامع سواء يصدق ما يصدق هذا الرجل نقل هذه القصة لي وقد تحولوا إلى مذاب أهل البيت بسببها قلت توقفت الضحاب بعد شوية شوية راحت لي وراء بعد شوية فتحوا لي طريق وطلعت إيجيت يا جماعة غير علي ما ينفعني لا في الدنيا ولا في الآخر نتوسل بهم ويقض الله وحوائجنا بالتوسل بهم وابتغوا إليه الوسيلة الوسيلة عمل صالح والوسيلة أيضا الصالحون من عباد الله ألم يكن معاوية في آخر حياته الجماعة اللي يمدحون معاوية وقد رأيت كتابا ضخما يباع في المدينة المنورة عن معاوية بن أبي سفيان ويشيد به ويقول إن معاوية بن أبي سفيان مثل سليمان بن داود الذي طلب من الله أن يعطيه ربنا ملكا لا ينبغي لأحدا من بعد خير تقول ليش ضد هذا مثل سليمان طبعا معاوية لو كان طالب من الله وإلا كان أعطيه ما عندنا مشكلة معاوية توسل بالخداع بالكذب بالسيف إن الله جنودا من الحسد بقتل الأبرياء بالاغتيالات بالدجل معلن هذا معاوية في آخر حياته في هذا الكتاب مكتوب أنه كان رجل مؤمن وصالح لأنه أوصى أنه كان وياه قلامة أظفار رسول الله يعني النبي في يوم الأيام أخذ أظفاره في البقية الباقية هذه وقعت على القاح واحد أخذها من إيد لإيد لإيد وصلت إلى معاوية وأيضا شعر من شعرات النبي وأوصى بها أن توضع في كفنه حتى الله يبعد العذاب عنه أدري هذا مو شرك قلامة أظفار النبي تمنع عنه العذاب ابن بنت رسول الله يقتله بالسم الإمام الحسن سلام الله عليه قتلوه بالسم يقاتل علي بن أبي طالب ابن عم النبي زوجة زهراء أبو الصبطة هذا الأخ قال لي يشوف إحنا عندنا شي غيرنا ما عنده ولذلك تجد أن مقابرهم مليئة بالمؤمنين كل واحد عنده فرط حاجة ابني سلم حمد علي مرة في شبابه ولازال شاب طبعا كان واقف أمام طريحة الإمام الرضا سلام الله عليه إجافة واحد قل ليش الناس يزورون الإمام الرضا يقول بس ما ريد أحجي أشو طلع الميكرافون يريد أسجل قلت لكم وأحد يزورون قال قائلين أن هاي الزيارة مليونين جايين قال إذن هناك مليونين سبب لزيارة الإمام الرضا واحد جاي يريد أفران الذنوب واحد جاي يريد رحمة الله واحد يريد الجنة واحد يريد بيت واحد يريد زوجة واحد يريد شغل نتوصل بهم ويقضل حوائجنا به الإمام الحسين سلام الله عليه إذن هو بابه رحمة الله هذه الرواية موجودة ما موجودة بس على كل حال أنا أصور أنها ربما تكون صحيحة كلنا سفينة النجاة وسفينة الحسين أوسع وسفينة الحسين السراعة تعرف لحضور مجالس الحسين لا يشترط شيء جامعة متحركة اسمها مجالس الإمام الحسين هل تحتاج إلى أن تكون ناجح في الثانوية العام لا هل يحتاج إلى أن تكون من الصالحين وتحضر مجالس الحسين لا مو شرط هل تحتاج إلى أن تكون على طهارة مو شرط هل تحتاج أن تكون مسلما مو شرط تعالي ذهل لمجالس إن الله يهديك بها ما كن شرط ولذلك حينما أسس من أسس لا أعرف من هو الذي أسس أول حسينية اللي اليوم عندنا خمسة ملايين حسينية في العالم أسس الحسينيات مو في مقابل المساجد امتدادا للمساجد لأن المسجد لدخول المسجد شروط لا يسجد لا يدخل المسجد من كانت عليه غسل واجب لا يدخل المسجد كافر لكن هذه المجالس مفتوح تعالوا سمعونا أحيانا يتكلمون علينا يقولون ذول يؤمنون بالتقية رب العالمين يقول إلا أن تنتقوا منهم تقاتل تقية موجودة عندك موجودة أنت يوم اللي تخاف شا تنك تسوي على كل حال لكن إحنا في مجالسنا ما عندنا تقية كل الحشيادة نحجيها أمام الناس اليوم في عصر الإنترنت أكون شيء مخفي ما تؤمن به مخفي أمام الناس أبدا هذا إيماننا نحن نؤمن أن الله عز وجل الذي يقف مع المظلومين أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير رب العالمين يقف مع كل مظلوم في أي شيء صغير أو كبير فكيف بسيد المظلومين وسيد الشهداء الله مع الحسين النبي مع الحسين علي مع الحسين فاطمة مع الحسين الحسن مع الحسين الصالحون من عباد الله مع الحسين أنت كيفك نحن اكتشفنا طريق الجنة بالحسين من يبطل اللي يريد المصير مع الله عز وجل وفي جنته ما حد يبطل ولذلك نذبح ولا نبالي نتهم ولا نبالي نعتقل ولا نبالي واحد طلع قال الحسين خط أحمر لا الحسين كل شيء خط أحمر خط أخضر خط أبيض كل هذه القطور نحن ويا ما تنرجعنا ما في رجوع عن الحسين نتوسل إلى الله بالحسين نتقرب إلى الله بالحسين سلام الله عليه وهذه من أسباب بقاء هذه النهضة خمسمائة مليون إنسان يتوسلون بالحسين وحينما يأتون إلى كربلاء ما الذي يقولون يقولون سلم لمن سالمكم انت الميزان وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم ونصرتي وقلبي لقلبكم سلم ونصرتي لكم معد نحن نتمنى لو كان الزمن يعود بنا إلى الوراء فنكون مع الحسين ونقتل معه كما قتل أصحابه يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا أظيما وأخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين رب العالمين رب العالمين رب العالمين رب العالمين رب العالمين شكرا